اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى واصل حواري مع فضيلة العالم الجليل يا أستاذ الدكتور أسامة الأزهاري العالم بالأزهر الشريف المشرف على مكتب رسالة الأزهر وكنا في الفصل اللي قبله بنتكلم عن المسئولية وبنتكلم دلوقتي عن الموت شكل الموت سؤالي هو يا فضيلة الشيخ هيئة الموت بتختلف ممكن أقول للأم ابنك اللي ماته القطر بيدوسه ده حد سمعت التفسير قبل كده أتكلم عن سكرات الموت وشبهها بأن السكرات هي إغلاق والإغلاق هو عدم الشعور بالموت ومش عارف التفسير ده زكاة صحية ولا لأ فممكن تكلمني عن الموت شكله بيختلف من واحد مات على فراشي واحد مات غرقان واحد مات بمرض مبطون واحد مات محروق واحد مات تحت عجلات القطار الموت في ذاته مصيبة وفي سورة المائدة فأصابتكم مصيبة الموت ده مصيبة من أكبر المصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بلاء من أكبر أنواع البلاء وتتوزع ينقسم الألم فيه على طرفين أصحاب الميت وأهله وأسرته والإنسان الذي يباشر الموت لما بيبدأ يباشر الموت ده شيء إحنا ما نعرفش نرصده بأجهزتنا ومختبراتنا ومعاملنا ما نعرفش ندخل جوه وعيه ونشوفه بيشوف إيه بالذات أنه في هذه اللحظة اللي هي خلاص مغادرة الدنيا وطي الصحف وإغلاق الملفات بتاعة الحياة بتبدأ تنزل الملائكة للكرام كما أخبرنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية الكثيرة نعم ويبدأ يحصل حالة من الجلاء الحجب تزول كل هذه المظاهر اللي احنا شايفينها حوالينا بتتوارأ بينفتح مجال النظر إلى الملأ الأعلى فأرى ما وراء هذه السماء من شؤون الملأ الأعلى والتجليات الإلهية وشؤون الدار الآخرة والجنة والنار ونزول الملائكة انتقال من عالم إلى عالم إن الآيات وردت في عدد من المواضع في القرآن الكريم في سورة النساء وفي سورة الرعد وفي سورة فصلة باستقبال الملائكة لأهل الفضل والصلاح فهم يواجهون في ذلك الموقف مشهد بهيج من الكائنات العلوية الشريفة الملائكة الكرام ملائكة الرحمن جل شانه الذين أنزلون لاستقباله كغريب وافد على داره مش هو ده محل الكلام احنا محل الكلام في الحقيقة الأمهات والآباء اللي أعدين في الدار الدنيا ويتجرعون مرارة الألم لفقد من يحبون ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويعزب عنها عقل كل لبيب خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة أصحاب وفقد حبيبي فقد المحبوب يعني ده شيء يعني مؤلم يعني العلم قالوا كل شيء في الكون يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر النبات بيبدأ نبتة صغيرة تطلع على سطح الأرض ثم برعم جميل ثم تنمو فتصير شجرة وارفة الإنسان يولد طفل صغير ثم يتقلب في أطوار الحياة حتى يكون رجل مكتمل كل شيء في الكون يبدأ صغير ثم يكبر المطر أو المبينز القطرة ثم تتحول إلى سيل العرب حتى بدأت تقول أول الغيث قطر ثم ينهمر يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة من لطف الله أول ما تبدأ بتكون في كامل عنفوانها أشد لحظات للمصيبة التي علمنا فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إنما الصبر عند الصدمة الأولى أهو أول لحظة من وقوع المصيبة أشدها على النفس في الحقيقة ثم تفاجأ بالأم التي مات ولدها الوحيد وفقدت يخيل إليها في لحظة إنه خلاص فقدت كل شيء صارت الدنيا مريرة في نظرها لا عمرها بعد كده حتهنأ لا بأكل ولا بشرب ولا خلاص عافت الدنيا خلاص وتفضل في الحال ده يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة أسبوع وأسبوعين وشهر شهرين وفي الآخر تلاقي برد القلب وبدأت تذكره فتترحم عليه وجفت الدموع وبعد ثلاث أربع سنين تذكره فتضحك على ذكرياته الحسنة وأيامه الطيبة التي قضاها وتقول له الله يرحمك يا فلان يبرد القلب من المصيبة وإن كان الحزن يظل كامنا في القلب مدى الحياة لا يغادره على الحياة كما في حديثه صلى الله عليه وسلم في فقد ولده سيدنا إبراهيم إن العين لتحزن وإن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك إبراهيم لمحزنون الحزن حزن يا جماعة دا إنسان بس خلينا ننتقل بسرعة إلى المشهد اللي حضرتك عايزة توصله نعم الموت موت الإنسان على فراشه يختلف تماما عن موته بظروف وهيئات وأحداث أخرى ولذلك جاء في سورة آل عمران آيتين متعاقبتين تبين لك الفارق بين الموت والموت بهيئة خاصة نعم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم ولئن موتتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون قتلتم أو موتتم موتتم أو قتلتم فالعلماء بيقولوا الأولى في حق المجاهدين الذين خرجوا في الحرب في تلاتة وسبعين الضباط اللي على الجبهة متوقع الموت في أي لحظة دي حرب صواريخ ورصاص ودبابات والداخل فيها شهيد مفقود لكنه بيدافع عن قضية حق عن أرض التراب الوطن الغالي فلما كانت داخل إلى الحرب الأصل فيه أنه يعني يقدم نفسه فبدأ بالقتل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمه والآية التانية في حق عموم الناس اللي موجود في بيته بيصحى الصبح في أمان الله القادة الأعمة إذا متتم بالضبط فالأصل فيه هو يموت الموت المعتاد الطبيعي ويقع النادر أن تقع جريمة سطو قتل سرقة فتأتي ولا يموتتم أو قتلتم لكن بس شوف الفارق أن القرآن الكريم فرق ما بين قضية الموت المعتاد أن الإنسان يموت على فراشه مكرما أو قضية أخرى سماها القتل والقتل له صور وبمقدار ما يعني كلما ازدادت هيئة القتل صعوبة وشدة ازدادت درجة الميت عند الله تعالى حتى يوضع جنبا إلى جنب بجوار الشهيد وبدأ العلم يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا في أحاديث كثيرة أن المبطون شهيد الميت بألم في البطن شوف بخلاف الإنسان الذي شهق شهق وفاضت روحه لكن إذا سبقها مرض كبد كلا شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد الشهداء اللي بيموتوا في الإسكندرية اللي وقعت العمارة بيهم وانهدت على رؤوسهم الناس أعدى في أمان الله وفجأة ملأوش نفسه في الدار الآخر خلاص موت الفجأة والغفلة صاحب الهدم شهيد المرأة تموت بجمع أو جمع شهيدة المرأة التي تموت أثناء الولادة شوف شدة الألم المخاض وشدة ألم حتى زاد الألم فما استضاع جهازها العصب أن يتحمل فماتت شهيدة شوف الهيئة الخاصة لحظة الولادة لحظة فرح وسرور وحبور وأن تستخرج حياه من حياه وأن مخلوق جديد يخرج إلى الدنيا لحظة سرور وفرح وترافقها آلام عند الأم لا تتذكرها أبدا لكنها ماتت نعم فصاروا متحيرين أنا مش عارف أفرح بمجيء المولود ولا أحزن لموت أمه أحمد شوق له وقصيدة ضويلة مضحكة مبكية بيتكلم عن ليلة يا ليلة سميتها ليلتي لأنها بالناس ما مرتين ما عدش على الناس ليالي زي كده خالص إيه اللي حصل في الليلة دي إنه زوجته بيتضع فعايز يفرح بالمولود ووالده يحتضر فأنا مش عارف أدخل الحجرة اللي فيها الزوجة وأفرح أقول لها يعني شد حيلك وربنا كرمك وكذا ولا أدخل الحجرة اللي فيها والدي في النزع الأخير يحتضر فأنا عايز أعيط وأبكي هنا وعايز أفرح هنا حتى وصل إلى بيت يقول فيه حتى أتى الصبح فولى أبي وأقبلت بعد العناء ابنتي شوف المفارقة في لحظة واحدة روح ذهبت وروح أبتت وهكذا فبدأ العلماء يقولوا الله ده إذا كان صاحب الهدم شهيد اللي مات وقع عليه العقار لغش البناه واللي بيبنوا ولا الإنسان اللي مات في حريق ولا غريق ده شهيد طب واللي بيموت في المعركة في 73 في العاشر من رمضان في مقاتلة العدو برضو شهيد اللي اتنين واحد قال لك لا كلهم شهداء بس ده درجات نعم والعلماء بدأوا يقولوا برضو احنا النهاردة يعني ايه بنفسص حاجات في العلم عسى يا رب أن تكون مفيدة قالوا العلماء تلت أنواع شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة ها تلت تلت فئات علشان نعرف برضو أنه أهل الفضل برضو من جوة متفاوتين ما فيش كمال إلا فيه أكمل منه في شهيد الدنيا والآخرة ده اللي بيموت في الحرب نعم بعتنا الجيش بتاعنا إلى سيناء في 6 أكتوبر وفاضت أرواح الشهداء ده شهيد في الدنيا يعني ايه شهيد الدنيا يعني بياخد في الدنيا أحكام الشهيد نعم لا يغسل كما هو يكفن بأثوابه المعلومة فليه أحكام فقهية احنا بنعملها في الدنيا فأخذ أحكام الشهيد اللي احنا بنجريها في الدنيا بقى اسمه شهيد الدنيا وله عند الله تعالى في الجنة أجر شهيد في نوع تاني اسمه شهيد الدنيا فقط ده واحد خرج في الحرب لكنه جسوس ده عميل ده بيطلع مع الحرب وبينقل أخبارنا للعدو علشان يقصفه جنودنا بس اسمه زي اسمنا ومتسجل قدامه في الأوراق مسلم وراح في المعركة فاحنا بنعمل ايه؟ بناخد الشهداء كلهم ونعملهم معرفش فبنعملو كشهيد الدنيا يقصد إجراءات الدنيا بس لكن الأخيرة عدد الله بقى اسم شهيد الدنيا فقط والله أعلم بنيته النوع التالت اللي احنا بنتكلم فيه شهيد الآخرة يعني ايه شهيد الآخرة؟ يعني له عند الله تعالى في الجنة في يوم القيامة درجة الشهيد بكل مال الشهيد من نعماء وصراء ودرجة عالية في الجنة لكن لا تجري عليه في الدنيا أحكام الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه والمعتاد في إجراءات الدفع لكن شوف حضرتك مثلا سيدنا خالد بن الوليد شوف الفارق عنده ما بين هيئة الموت الخاصة اللي بتزيدنا ألما على صاحبها والموت الهادئ الهنيئ المعتاد بيقول لقد شهدت مئة معركة خرج قائدا حربيا أو جنديا في مئة عملية حربية مئة معركة نعم وسيدنا خالد بن الوليد معوف سيف الله المسلول يقول لقد شهدت مئة زحف ومعركة أو زهاءها إلا أنا عديت مية خمسة وتسعين تمانية وتسعين مية وما من موضع في جسدي شوف الألم الخاص وما من موضع في جسدي إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت الجبناء كما يموت عموم الناس فلا نامت أعين الجبناء يعني عزيز علي أوي إنه يعني كل ده كنت عايزة أموت هنا مية معركة يعني ده فيه من الرفاق اللي طلع معي فأول معركة ومات شهيد لكن أنا سبحان الله حكمة ربنا فبدأ العلمة كان شيخ مشايخنا العلامة الجليل المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ينقل عن شيخه الشيخ الزرقى من كبار علماء الشام فرج الله عنها بلطفه ينقل عنه فائدة نفيسة طريفة أعتبرها أيضا من الطرف العلمية التي نتحف بها الحاضرين والسادة المشاهدين بيقوله أنت تعرف ليه سيدنا خالد دخل الميت معركة ومع ذلك ما ماتش شهيد قال له لا يا مولانا عرفني يعني قل للفائدة اللي عندك دي قال له لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله وسيف الله لا ينكسر شف لطف المعنى شف الفهم عن الله الحلية النبوية التي جاءت بالوحي وحلاه الله بها على لسان النبيه الكريم سيف الله يبقى ما يموت شمأتول أبدا يموت صاغ سليم زي ما هو كده سيف الله يصبح التفسير تكريم حتى لا يصبح التفسير الآخر امتقاص من قيمة نبعه شف اختلاف زاوية النظر للأمر قال يا ابني لأن ربنا سماه سيف الله الحلية النبوية وسيف الله تعالى لا ينكسر طب سيدنا أنا آسف بس عايزة أختم الحلية إحنا أبعدنا شوية أبعدنا شوية بس لازم أختم الجزء ده تفضل قد يكون فيما يقوله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما يطمئن نعم الأهل على ابنهم المفجوعين فيه أيوة أيوة ولكن الميت نفسه نعم هل فيه اختلاف في سكرات الموت أو أنه لا يوجد ما يدلل على ذلك هل الألم واحد ولكن المعنى في الغريء والحريق مقصود به الأحياء أكثر ولكن التكريم من عند الله سبحانه وتعالى بالشهادة فهذا شيء آخر لكن كنية الموت نفسه هل بتختلف هل وأنا بغرأ ألمي أكثر ما هي روح وسكرات موت هل بتنغلق الرأس عن الدنيا حصله اجتمع عليه حاجتين نعم الإنسان الذي يموت على فراشه يبقى الألم معالجة سكرات الموت بس الجسد لا ينقل إحساس بالألم الأعصاب والأطراف العصبية هادئة ساكنة فهو بيعاني نصف الألم نصف بس نعم الألم المتعلق بسكرات الموت ونزع الروح بس الثاني اللي بيموت مقتول ولا حريق ولا نفس القسط اللي بيناله الشخص ده من الألم بالإضافة إلى ما ينقله إليه الجسد من آلام شديدة مات محروقا ولا مات غريب قبل أن نصل إلى مرحلة السكرات بتاع الموت بالضبط هنا حالة وعي دنياوي لسه قائد فيها فتعذب ففي حاجة تاني اضافت عليها في قدر زائد كما يعبر العلم هل كل تعذيب بالفعل ببقى نوع من التكريم وتنقية الروح مما علق بها من أدام علشان كده بقى شهيد وده المقصد اللي أنا قلت علشان الحكاية الطويلة دي كلها يا جماعة حتى لو كنت عاصي يا مولانا وبعدين جيت ربنا كتب للشهادة يعني كنت عاصي ومكابر واخدان الدنيا يعني عاصي لست منكرا ولكنه هوى النفس نفسه ضائف فإذا كتب لي الله الشهادة هذا رضا هذه رسالة هل ممكن أن أكرم في الموت لأهلي ما جاور الشيء له حكمه كما يقولون وفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مرتبة الشهادة دي مرتبة عالية جدا وتمحو كل شيء قبلها وترفعه في الجنة إلى أعلى عليين وتخلد ذكره الحسن ويكون شفيعا لأهله ويكون شفيعا لأهله ولعدد من أهله يعني أنه بشر أهل الشهداء جول بلا شك يا أهل مصر يا أباءنا يا أمهاتنا الكرام يا كل بيت في مصر الغالية الكريمة دخله الألم بفقد الشهداء الكرام في حادث القطار وفي الحوادث اليومية المتكررة حوادث الطرق التي يذهب منها في عدة سنوات بمقدار ما قتل من أبنائنا في حرب أكتورب أعمى معدل في العالم لحوادث الطرق يا شعب مصر الكريم يا كل بيت مصري كريم عزيز غالي عريق دخله الحزن والألم تجاوزوا فترة الألم اصبروا عليها وأبشروا أن الله تعالى قد رفع لواءا لولدكم يعرف به في الجنة ويشفع لكم به يوم القيامة وأن ما يفيضه الله تعالى على برزخه الشريف وعلى روحه الطاهرة من الإنعام والسرور والحبور والدرجات العلاء لا يعدله شيء وفي حديث سيدنا جابر بن عبد الله أن والده عبد الله بن حرام قتل في الحرب فلقي الله كفاحا فقال الله تعالى له هل بقي لك شيء عندك أمنية قال أن أرجع لأخبر الناس بشرف ما لقيت من درجة الشهادة فقال الله تعالى له قد سبق القول أنه لا لا رجعة في الموت لكني أخبر الناس عنك فأنزل الله تعالى الآيات في أل عمران في فضل الشهداء وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وفي الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تمرح بهم في الجنة ومروجها وسهولها وهذا الغيب الشريف لا سبيل لنا إلى معرفته إلا الوحي المعصوم المنزل على قلب سيدنا ومولانا محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم فأسأل الله تعالى أن ينزل الصبر والسكينة على قلوب أمهات الشهداء وبمقدار ما تخيلتم من وقوع الألم على ابنكم الكريم الغالي علينا جميعا ضعف له السرور والحبور ورفعة للدرجة في السماوات العلا وفي جنة الخلد وزدههم الله صبرا وإيمانا هنتلع فاصل بعض الفاصل هنرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن على اعتاب ذكرى موليدي الشريف والكريم هنرجع لكم بندوة كان فيها حوار حول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم نتواصل حول كيف نحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف نعبر عن سعادتنا بهذا اليوم كيف نتخلق بخلق النبي رضي الله عليه أفضل صلى الله عليه وسلم ونلتقي بعد الفاصل شكرا